السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة موامي في البيت. يا اصدقائي نزاكر مع بعض. ان شاء الله اشرحوا معيكم بطريقة سهلة وبسيطة. علشان كل ام تقدر تشرح لولادها بكل سهولة. ايتي اصدقائي تابعوا معي لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو. ولو مش مش كي في قناتي اشكوا في قناتي وفعلوا زر جرس على علامة الكلة علشان يصلكم اي فيديو جديد انا بنزله. لصير النهاردة هيتكلم عن اللي هو عملية الطرح. فاكرين المرة اللي فاتت اخدنا لكن اخدناها عن طريق اللي هو خط الاعداد. النهاردة هنشكموا مع بعض ازاي اعلم الطفل بكل سهولة. اول حاجة علشان اعلم الطفل اللي هو الطرح بابدأ اجيب اي حاجة بتكون ملموسة. يعني اجيب ممكن اجيب ممكن اجيب ممكن اجيب ممكن اجيب ابلز اورانجز. يعني اي حاجة ملموسة. والدام والطفل ممكن استخدمها علشان اشرح عملية اللي هي الطرح. دي الخطوة الاولى. طيب الخطوة التانية بعد ما اجبتوهم بابدأ احطوهم للطفل. بقولوا how many pencils do you have? كما عدد الاقلام اللي معاك. طبعا الطفل بيكون عارف النمبرز كويس جدا. وبيعرف كمان ان هو كاونت يعد. يلا كده مع بعض هنعمل كاونت. هنبدأ نعد. هيقول one two three four five six. دولا عندي six pencils. I have six pencils. يعني انا معايا ستة اقلام. هقوله take away three. take away three. يعني خد منهم تلاتة. يبقى one. هيدا كده الطفل يعد. one two three. هو عمل ايه? take away three. يبقى عندي the left الباقي. كم? الباقي عندي. هنبدأ نعد التانيين. one two three. يبقى عندي the left is three. هو ده عندي اسمه subtraction اللي هو عملية الطرح. ان انا ببدأ اخد from the biggest number. بعمل ايه? take away. يعني باخد من the biggest number. اللي هو الرقم الكبير. باخد منه the small number. باخد منه رقم صغير. وفي النهاية بدينا الانسر بتاعتي الاجابة بتدينا the small number. بتدينا كمان رقم صغير. اوكي? ده اسمه subtraction اللي هي عملية الطرح. طيب. واحدة كمان. هنا مثلا عندي دول زي ما قلنا هقوله الطفل. how many pencils do you have? هيقول one two three four five six. I have six expenses. انا معايا ست اقلام. هقوله take away two. take away two. هقول one two. هو اخد منهم two. يبقى عندي. the left is one two three four. يبقى عندي four. اوكي? طيب. يلا ما بعد نشوف درسنا. بيقول هنا. هودا معاها ثلاث بلونات ومونة معاها بلونة واحدة. ايه الفرق بينهم هما اللي اتنين? يلا نشوف مع بعض هنقول ثلاث بلونس. ثلاث بلونس. هنفترض معايا كده. هقوله الطفل take away one. يلا كده هنعمل take away one. the left is one two. يبقى المتبقي كام? المتبقي two. اوكي? طيب. هنشوف مع بعض اللي بعده. بيقول three palons take away one. the left is two. or the difference is two. هنا عندي كلمة the difference معناها الفرق. يعني الفرق بينهم كام? الفرق بينهم two. هي هي يعني معناها subtraction معناها الطرح. طيب السؤال هنا بيقول subtract and write the left as example. يعني اطرح واكتب المتبقي كما في المثال. طيب يلا معايا كده اول حاجة بيقول ايه? هنا جايب two. هنا جايب two. شايفين معايا هو عمل color li number two. طيب the left is? عندي كام? three. one two three. يبقى ده. طيب هنا بيقول color three. يبقى انا هعمل كده color هلون ده وعندي ده كده. يبقى one two three. تمام? يبقى the left is? the left is a is one two. يبقى two. طيب هنا بيقول color one. يبقى هلون كده هعمل color one. the left is one two three four. حكتب هنا four. طيب هنا عندي four. هنعمل كده color four one two three four. the left is one. طيب هنا هنعمل color five one two three four five. يبقى هلون كل ده. تمام? يبقى the left is one. اوكي? هنشوف اللي بعده. بعد كده جايب معناها مفاهيم الطرح. اول حاجة هنا جايب اللي هي المسائل الكلمية. بيقول جانا هاد five apples. يعني جانا معها five apples. خمس طفحات. she ate three of them. اكلت منهم. how many apples are left? كما عدد الطفحات المتبقية. شايفين? هي معها كام? five apples. هي اكلت three. she ate three. one two three. the left is two. the left is two apples. ادي one two. يبقى المتبقي two apples. اوكي? طيب هنا بيقول there were six birds on a tree. يعني can you get six طيور على الشجرة? three of them. three of them. تلتة منهم flow away. يعني بعده او طاره. what is the left number of birds on that tree? يقول ما عدد الطيور المتبقي على الشجرة. يبقى هما كلهم كام? هما كلهم six. هنفترض قدامنا دول six birds. يعني ستة طيور. هنقول للطفح. flow away three. flow away three. يعني طول منهم three. يبقى زا. lift is one two three. يبقى المتبقي كام? المتبقي three. يبقى انا هكتب هنا كام? هكتب هنا three. زي ما قلت الحاجات اللي بتكون ملموسة والاشياء اللي بتكون ملموسة بتكون افضل في الاستيعاب عندها. بعد كده هنا بيقول my mother divided a pizza into eight pieces. يعني ماما قسمت البيزا الى eight pieces. الى تمام قطعة. she gave. هي ها اعطت my sister four pieces. هي ها اعطت اخشي اربع قطعة. هنفترض دول eight pieces of pizza. يعني تمن قطعة من البيزا. قلنا. she gave my sister four pieces. هي اعطت لاختي كان four pieces. ادي one two three four. شايفين معي? كده عندي four. يبقى عندي زا. left pieces are one two three four. يبقى انا هكتب هنا ايه? هكتب هنا four. طيب المسألة اللي بعدها احمد. had seven points. احمد معاه سبعة جنيه. he gave his younger sister five pounds. يعني هو اعطى لي اخته الصغيرة five pounds. يعني خمسة جنيه. the left bound with him are. يعني المتبقي من الجنيهات معي كم? هبدأ كده نجيب عندي. هنفترض ان دول seven pounds. يعني سبعة جنيهات. هنعمل ايه? هو بيقول he gave his younger sister five bound. يبقى دي one two three four five. كده عملنا ايه? كده عملنا احنا take away او عملنا give his younger sister five bound. يبقى عندي زا. left is one two. يبقى المتبقي معي او متبقي معاه two pounds. يعني اتنين من الجنيهات. اوكي? بعد كده number two. whole يعني الكل. part. الجوز. how many? كم عدد? specific. يعني محدود. يعني كم عدد الاشياء اللي بتكون محدودة. معاها سبعة اقلام. هي فقدت بعض منهم. يعني المتبقي is three pins. المتبقي three pins. يعني ثلاث اقلام. عندي كلمة reminder معناها المتبقي. الباقي كان الباقي three pins. يبقى بيقول the number of the lost pin is four pins. شايفين معايا هي معاها كام? هي معاها seven. معاها seven. طيب هي فقدت منهم. فقدت منهم قد ايه? احنا مش عارفين هي فقدت منهم قد ايه? لكن احنا عارفين اني the reminder الباقي ايه? الباقي معاها three. هي كل الاقلام اللي معاها seven. one two three four five six seven. معاها seven pins. هي معاها سبع اقلام. تقول she lost some of them. هي فقدت البعض منهم. تمام? احنا مش عارفين هي فقدت قد ايه? لكن هو بدينا معلومة بيقول لنا the reminder is three. يعني المتبقي اللي معاها three. يبقى الباقي معاها قد ايه? الباقي معاها three. يعني هي معاها دول. هي فضل معاها دول. one two three. يبقى هي فقدت قد ايه? يبقى عندي هقول the number of the lost pin one two three four. يبقى الاقلام المفقودة او الاقلام اللي ضاعت منها four. اوكي? يا رب اكون ادت ابسط لكم المعلومة. طيب هنشوف مثال تاني. thora had ten ballons. thora معاها عشر بالونات. يعني بعض منهم حصلوهم ايه? يعني فرقعوا. the left balance البالونات المتبقية are three. هنفترض ان دولتين بالونس عشر بالونات. بيقوا some of them exploded يعني بعض منهم حصلوهم انه هما فرقعوا. the left balance يعني البالونات المتبقية are three. يبقى عندي هي معاها كام حاليا? معاها one two? كده three. يبقى دول موجودين حاليا معاها. يبقى عندي the balance or exploded يعني البالونات اللي فرقعت. هنقول one two three four five six seven. يبقى عندي the number of exploded balance is? كام? هقول عندي seven. اوكي? طيب المسألة اللي بعدها بيقول eight bees were flying together. يعني 8 نحلات كانوا بيتيروا مع بعض. some bees flew away. بعض من النحل هرب او طار بعيدا. there are six bees left. بقى كان بقى six bees. هنفترض عندي ان دول يعني دول 8 نحلات. هو بيقول ايه? بيقول اني some bees flew away. بعض منهم طاروا بعيدا. لكن بيقول اني فيه لسه. لكن بيقول اني الباقي او الموجودين zero six bees left. يبقى هي معاها كام? معاها? one two three four five six. هي معاها دول. يبقى اللي طاروا كام? اللي طاروا? one two. يبقى how many bees flew away? كما عدد النحل اللي طار بعيد هنا كام? one two. يبقى هنكتب هنا two. اوكي? هنشوف اللي بعض. بعد كده هنا number three من concept of subtraction. عندي comparing اللي هي المقارنة. how many more يعني كم عدد زيادة او يزيد? how many less? او كم يقل? رانا معاها ثلاث برتقالات. her sister has seven oranges. يعني اختها معاها سبع برتقالات. how many more oranges does her sister have? كم عدد او كم يزيد عدد البرتقالات اللي مع اختها? هي معاها three واختها معاها seven. اختها بيزيد عليها بكم عدد من البرتقالات. the number of extra oranges is. يبقى عندي عدد البرتقالات الاضافة اللي موجود مع اختها قد اين? طيب انا هبدأ افاهم الطفل المسألة دي ازاي? اقول seven d minus three علشان اعرف عندي extra oranges. عدد البرتقالات الاضافة. يبقى اقول seven minus three equals four. طيب ايه اللي بعدها بيقول? Nura has five flowers. Nura معاها كان معاها five flowers. معاها خمس ظهرات. and here sister has three flowers. واختها معاها three flowers. how many less flowers does her sister have? كم يقل عدد الظهور عن اللي مع اختها? هنا هي معاها كان معاها five. معاها two three كده four وكده five. هي كده معاها five flowers. تمام? واختها معاها كان three. يبقى انا هبدأ اشيل كده هنا عندي one two three. يبقى اختها بتقلنا عنها بقد ايه? one two. يبقى انا حكتب two flowers. اوكي? طيب السؤال اللي بعده? كريم eight eight bananas. يعني كريم اكل ثمان موزات. in one day. في اليوم الواحد. on the next day. اليوم الثاني. he ate three bananas. هو اكل ثلاث موزات. how many more bananas did he eat on the first day? يعني كم يزيد عدد الموزات اللي هو اكلها في اول يوم? هو اول يوم اكل كم? اكل eight? يبقى عندي one two three four five six seven eight. يبقى هو اول يوم اكل eight. تاني يوم اكل ايه? one two three. يبقى هو اكل دول. يبقى عندي how many more? كم يزيد عدد البانانا اللي هو اكلها في اول يوم? one two three four five. يبقى هكتب هنا five bananas. اوكي? طيب هنشوف اللي بعده. طيب بعد كده جايب مسائل تانية بيقول eight cancel four. تمام? هنا بيقول eight cancel four. زي left is four. بيقول هما تمانية هن cancel منهم four. كده عندي one two three four. يبقى زي left is one two three four. اوكي? طيب هنا six cancel two. دول عندي six cancel two. هنعمل كده. كده one كده two. يبقى زي left is one two three four. يبقى هكتب هنا four. طيب هنا ten cancel five. زي left is. دول عندي كلهم ten. هن cancel كده five. يبقى كده one two three four five. يبقى زي left is one two three four five. يبقى هكتب هنا هنشوف اللي بعده. مها معها تسع قطع من الحلوة. يعني هي اكلت ست قطع. هنشوف اللي بعده. مها معاها تسع قطع من الحلوة. يعني هي اكلت كم عدد القطع من الحلوة المتبقية معها. زي left is. يبقى هي معها كم? هي معها nine pieces of sweet. يبقى عندي ولما اخد منهم سيكس هي اكلت منهم سيكس. يبقى عندي زي left is. هقول سري. تمام? طيب هنا بيقول سامي ها سيفن ستامبس. يعني سامي معا سبع طوابع. his brother has three stamps. واخوه معا ترى الطوابع. what is the difference? يعني ايه الفرق? هو مع سيفن واخوه مع سري. يبقى لما اقول سيفن مينس سري equals equals four. اوكي? السؤال الاخير هنا بيقول six bees were flying together. ست نحلات طاروا مع بعض. some of them flew away. يعني بعض منهم طار بعيدا. now الان. the left bees are three. دلوقتي الموجودين three bees. يبقى انا هقول six minus three equals three. يبقى بيقول how many bees flew away? هقول three bees. اوكي? وكده اصدقائي خلص درسان النهاردة. يارب اكوني ده تقافتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. thank you for watching. bye bye.